مثل ما عند السيدات بيكون حالات من العقم أيضا في عند الرجال حالات من العقم وابتتعدد بيكون من نتيجة نقص بالخصوبة وأمراض كتير ورح نحكي بهذه التفاصيل أكيد مع الدكتور فادي حكمة الزرقاوي اختصاصي جراحة بوليا سهد صباحك أهلا وسهلا صباحك سهد صباحك حكيم وأهلا وسهلا بحضرتك أم نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم وكتير حساس إن كان للأنثة أو للرجل وهو هاجس كان الطفل في البيت ولكن لبعض الأسباب وبعض الظروف بيكون بيروح الرجل يعمل تحاليل فبيبين عنده خلينا نقول دقص خلينا نقول اللي تخصو به خلينا نقول واصل لمرحلة العقم إذا بنحكي اليوم عن موضوع العقم عند الرجال شو هي أهم الأسباب هلا أول شي العقم كتعريف هو عدم قدرة الرجل على الإخصاب بعد عام واحد من الزواج مع وجود العلاقة الصحيحة مع الزوجة يعني بيختلف شوي عن المفهوم العامي المفهوم العامي هو أنه الرجل غير قادر على الإخصاب بشكل كامل يعني ممكن نحن طبيا نكون الرجل عنده خمس أطفال ولكن هو عقيم ليش عقيم؟ لأنه هو إله عام كامل عم يحاول يصير فيه إخصاب ولكن عدم القدرة على الإخصاب إذن عام كامل يسمى عقيم طبعا بالنسبة للعقم يوجد عدد كبير من الأسباب فينا نصنفها أنه هي أسباب قبل خصيوية أو أسباب خصوية أو أسباب بعد خصوية عموما أن الأسباب قبل الخصوية هي تتلخص بمجموعة الأمراض المزمية إن كان أمراض ودية وإن كان أمراض قصور أعضاء متعدد والأسباب الخصوية ومن أهم الأسباب الخصوية هي دوالي الحبل المنوية اللي نحن اليوم بدأنا نحكي عنها الأسباب بعد الخصوية بتتلخص بالأسباب الانسدادية بالأقنية الناقلة للنطاف خلينا نحكي أكثر مع حاضرتك اليوم عن مرض شائع هو متعارف بدوالي الخصيع خلينا نعرف المشاهدين شو هو وقدش درجة الإصابة اليوم؟ قدش هو شائع اليوم بين الرجال؟ دوالي الخصية أو دوالي الحبل المنوي هي عبارة عن توسع بالأوردة حول الخصية وهذه الأوردة ضمن ما يسمى بالشبكة الدوالية طبعا هذه الأوردة هي التي تقوم بنقل الدم الوريدي من الخصية ثم بعد ذلك تصب بالوريد المنوي الباطن والمريد المنوي الباطن يصب في الأجوث السفري في الجهة اليمنى أما في الجهة اليسرى وهو يصب بالوريد الكلوي الأيسر ثم بعد ذلك إلى الأجوث السفلي ثم بعدين طبعا إلى القلب ليتم تنقية الدم طبعا هذا المسار باليسار هو ما يفسر أن الجهة اليسرى أكثر إصابة من الجهة اليمنى بالدوالي نتيجة خلل معين ضمن هذا المسار يؤدي إلى تراكم الدم ضمن الشبكة الدوالية وبالتالي توسع هذه الأوردة عموما عند الرجال 15% تقريبا يصابون بالدوالي ولكن فقط 40% من الأشخاص الذين هم مصابون بالدوالي يصابوا بالعقوم طيب خلينا نحكي دكتور هل يوم الفحص السبيري لدى الذكور قبل الزواج ممكن أنه الدكتور اكتشف هذا الوجود الدوالي؟ قبل الزواج عادة لا يوجد شكوى باستثناء إلا يكون فيه ألم ممكن يتراوح الألم من درجات خفيفة أو بسيطة إلى درجات قد تكون أكثر شدة قد يكون ألم شديد طبعا بعض الأحيان أو أغلب الأحيان يكون الدوالي صامتة وبالتالي تكتشف الدوالي نتيجة شكوى العقم بعد الزواج ولكن قبل الزواج بحالات نادرة في حال وجود ألم بسبب آخر غير الدوالي ممكن ألم نتيجة التهابات الخصية أو أسباب أخرى وبالتالي نتيجة الفحص السريري قد يكتشف الطبيب أن هناك توسع حول الخصيتين وبالتالي يوجد دوالي ولكن عموما أكثر الشكوى تأتي نتيجة العقم يعني دائما الشخص يراجع عيادة الجراحة البولية بشكوى العقم وبعد الفحص السريري يكتشف الطبيب أن هناك توسع بها الأوردة حول الخصية تشير إلى وجود الدوالي تب ذكرت نقطة أنه هو ممكن يكون صامت نعم معناتنا نحن رحنا لمدة زمنية بين الإصابة يعني معدل الإصابة قد يمكن يكون له هلا معدل الإصابة بشكل عام 15% من مجمل الشباب إذا معدل الإصابة 15% من مجمل الشباب وأربعين بالمئة من الشباب الذين يصابون بالدوالي هم مصابين بالعقم نعم إذن نحن غالبا الدوالي صامتة الدوالي صامتة بشكل عام ولكن ببعض الأحيان تكون مؤلمة ودرجات الألم متفاوتة من بسيطة إلى شديدة مثل ما حكينا هي الأكثر شيوعا هو العقم وليس الألم خلينا نحكي عن العلاج اليوم بهذه الحالة هل هو علاج جراحي أم هو علاج دوائي ممكن يكون هلا بعد ما نحن توجهنا بشكل عام إلى وجود دوالي حبل منوي عادة الطبيب يقوم بطلب فحص السائل المنوي لتحري وجود نقص بتعداد النطاف وأيضا يقوم بإجراء إيكو دوبلر للصفة طبعا إيكو الدوبلر لتحري وجود قلس وريدي خلل بعمل أحد الصمامات بالأوريد المنوي الباطن يسمح بمرور الدم إلى الأعلى والي الأسفل وبالتالي تراكم الدم ضمن الشبكة الدوالية بعد الفحص السريري وبعد إيكو دوبلر وبعد تحليل السائل المنوي نحن هون جدينا استطباب للعمل الجراحي واستطباب العمل الجراحي للدوالي هو وجود أولا دوالي درجة ثانية أو أكثر مع وجود أحد الأعراضين إما أن يكون ألم أو أن يكون حقم طبعا استطباب الأكثر شيوعا هو العقم وعموما لا يوجد علاج دوائي للدوالي يعني نحن بس قررنا أنه في نحن عنا علاج يجب إجراء العمل الجراحي والعمل الجراحي يقسم إلى إما جراحة مفتوحة عبر شق مغبني أو جراحة عبر المنظار أو حق المواد مصلمة ضمن أحد أو ردة الشبكة الدوالية طب دكتور هلأ المريض اللي بيروح لإجراء العملية الجراحية وشفنا حالات كثير صاو العملية وبعد فترة صار عندهم هذا البابي ممكن ترجع الحالي مرة تاني واضطر مرة تاني يخضع العلاج تاني طبعا نسبة النكس نسبة عالية جدا لماذا دكتور هلأ المريض اللي بيروح السبب الرئيسي بالنكس هو عدم ربط كامل أو ردة الدوالي تمام يعني نحن ببعض الأحيان نكون قطر الوريد عالي شوي أكثر من 2 ميلي متر فنحن منشوفه بأثناء العمل الجراحي ولكن في حال كان قطر الوريد أقل من 2 ميلي متر شوي هون يكون أمور صعبة وهو أساسا غير متوسع وممكن بعد فترة نتيجة الخلل التشريحي اللي صار عندنا اللي هو خلل بالصمام ضمن الوريد المنوي الباطن رح يرد يرجع مرة تانية يتشكل دوالي الحبل المنوي وتتوسع الوريد ويتراكب الدم ضمن الوريد وبتالي يتشكل الدوالي مرة أخرى إذن نسبة النكس سببه هو عدم ربط كامل الأوريد ضمن الشبكة الدوالية بعد فترة ممكن يرد يرجع مرة تانية يتشكل لدينا دوالي وتتوسع الوريد وهون بيروح الطبيب لإجراء جراحي تاني ممكن طبعا إجراء عمل جراحي مرة أخرى لربط هذه الأوريد طيب ما بيأثر سلبيا على صحة الشخص اليوم هلا نحن التأثير الوحيد يلي ممكن أنه يصير بعد العمل الجراحي هو القيلة يعني القيلة يلي هو تشكل شيء ما يشابه كيس مي حول الخصيتين نتيجة ربط أحد الأوعية اللنفاوية بشكل خاطئ يعني هذا طبعا أقل يعني أقل نسبة يعني نسبة قليلة نوعا ما يعني بالنسبة للعمل الجراحي ولكن بشكل عام تكرار العمليات الجراحية لا أبدا ما إلى أي تأثير خلينا هيك ننتقل لمفهوم أوسع حول حالات العقمة عند الرجال ببداية الزواج دائما لما يتأخر شوي الإنجاب فورا بيروحوا بيعني الكلب بيسأل السيدة اليوم عن حالاته ولا مرته ما بتجيبه أولاد طبعا فورا بيطلع بحكم مرته ما بتجيبه أولاد مثل معالة رشاء ولكن خليني قبل مرحلة الزواج خليني أسألك فيه إجراءات معينة اليوم أو إستطبابات ممكن أن الشاب والصابية يسووا بمرحلة الزواج ليهيئوا حالوا لهي المرحلة تنصحوا فيها طبعا نصائح عامة أكيد قبل الزواج نحن نتمنى أنه هو الرجل كما بحكم اختصاصي أنا بتابع الرجال أكثر نتمنى أنه هو الرجل بيقوم بعمل تحليل للسائل المنوي واكتشاف وجود إما قلة عدد النطاف أو قلة سرعة النطاف أو وجود زيادة بعدد الأشكال الشاذة ضمن تحليل السائل المنوي طبعا وجود نقص بهذا العدد أو نقص بالسرعة أو وجود تشوهات أكثر ممكن نحن هنا نطلب إيكو دبلر إذن نحن كمتابعة للرجل أنا بتمنى أنه قبل الزواج أو منحث دائما الرجال قبل الزواج ويقوموا بتحليل السائل المنوي وإجراء إيكو دبلر للصفة طبعا النساء عادة يتم متابعتهم عن الطبيب النسائية ممكن أنه يعمل إيكو لتحري الرحم وأيضا تحري المبيضين طيب دكتور بسؤال أخير لحضرتك اليوم بعد إجراء العملية الجراحية عم يتم أنه كل فترة يروح يعمل تشيك المريض لوضعه هل في أدوية حيفضل استمر عليها أو لا خلص في مرحلة علاجية حيخلص كورس الدواء وخلصنا هلأ عموما نحن لحتى نكتشف أنه العمل الجراحي ناجح أو لا بنا تقريبا شيء ثلاثة الشرش طبعا هي دورة حياة النطاف تقريبا من 72 يوم إلى 74 يوم وبالتالي نحن بعد العمل الجراحي نقوم بوصف أدوية تعتمد على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل السينينيوم والزينك وغيرها من المعادن لدعم النطاف خلال 72 يوم وهي فترة حياة النطاف أو دورة حياة النطاف وبالتالي نحن خلال ثلاثة شهور نقوم بوصف أدوية تعتمد على الفيتامينات والمعادن بعد ثلاثة شهور نقوم بتحليل السائل المنوي وبالتالي تحري إذا كان اكتشفنا أنه زيادة صار في النطاف أو فيه عندنا تحسن بنوعية السائل المنوي دكتور في أي نصائح اليوم بتحب توجهها أو خطأ شائع اليوم أنت ممكن عم تشوفه بتشخيص دوالي الخصية أو أي نصحة ممكن توجهها أو نقطة بتحب تحتل ونحن ما دون عليها تفضل نعم نحن كمصائح عامة دائما الأسباب التي تشكل الدوالي هي الوقوف لفترة طويلة وبالتالي نحن في بعض المهن الجراحين والحلاقين اللي بتعرضوا للوقوف لفترات طويلة نحن منحاول بس أنه نخفف من الوقوف لفترات طويلة التعرض لدرجات الحرارة العالية مثل حمامات الساونة أو التعرض لدرجة حرارة عالية في الأفران عند عمال الأفران أيضاً شوي نحن منخفف من التعرض لدرجات الحرارة العالية لتخفيف من الخلل لعمل الصمامات عند وجود الدوالي عند اليافعين الأقل من عمر 18 سنة نحن دائماً منحث إلى إجراء العمل الجراحي لغض النظر عن وجود الألم أو الوجود العقم شكراً دكتور فادي لكل المعلومات اللي ذكرتها بدنا تشكر حضورك لليوم وتمنياتنا أكيد بالصحة والسلامة لكل حدا عم يشوفنا ورافقنا بصباحنا لليوم شكراً تيغلكم عن صراحة شكراً شكراً لوجودك أهلاً وسهلاً فيك